تحولت صورة المساحات الخضراء الشاسعة في بريطانيا إلى صفراء بفعل الجفاف وشح تساقط الأمطار المعتادة لهذا الصيف أمر دفع شركة ساوث إيست بوتر لحظر استخدام خراطيم المياه والرش على عملائها في محافظات كينت وساسكس قرار وصفته بالضروري للتأكد من وجود ما يكفي من المياه للاستخدام الأساسي وحماية البيئة فيما يرى خبراء أن خطوات كهذه ضرورية ويجب اتخاذ المزيد من الإجراءات بحلول 2050 يمكن أن نحتاج زيادة بنسبة 30% من المياه التي نحصل عليها اليوم من خلال منظومة التوزيع نحتاج التأكد من إيقاف التسريبات في البنية التحتية الحالية شركة المياه وضعت خطط تغيير بنسبة 16% بحلول عام 2025 نحتاج أيضا إلى خزانات ونظام جديد لنقل المياه من منطقة إلى أخرى تظهر الأرقام الرسمية أن شهر يوليو كان الأكثر جفافا على الإطلاق منذ عام 1935 فالمناطق التي يشملها حظر استخدام الخراطيم لم تشهد سوى ثمانية في المئة من متوسط هطول الأمطار لشهر يوليو ما يراه خبراء أنه سينعاكس على طبيعة النباتات والأشجار إذا نظرنا للجنوب نرى نباتات تنمو مع تغير المناخي حيث بات من شبه المؤكد أننا سنحصل عليها هنا في المستقبل نرى نباتات غير مألوفة تنمو كالورود الصخرية وإكليل الجبل وحتى شجر الزيتون وبلوط الفلين هناك نباتات لن تختفي ومنها ما سيتم استبداله سنضطر للتكيف على سبيل المثال مع اختيار ورود جديدة وتتخوف السلطات البريطانية من أن يؤثر شح الأمطار على قطاع الزراعة الذي بات يدق ناقوس خطر التعرض للجفاف وتلف المحاصيل لطالما كانت هذه المساحة من المتنزه خضراء طوال السنة لكن مشهدا كهذا جعلها حديقة حزينة كما يصفها الزائرون وربما تشكل تحذيرا للجميع بالتحرك من أجل حماية البيئة من مخاطر التغير المناخي جياب أبو صفي أسكانيوز عربية لندن